السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم معي في هذه الحصة الجديدة اليوم سنشتغل على درس الكائنات الحية في التربة ودورها الصفحتان 26 و 27 إذن يعني الدور دي الكائنات الحية في التربة إذن ألاحظ وأتساءل خلال قضاء بعد أيام فصل الخريف بالبادية نسي عسو تنظيف حديقة المنزل من الأوراق المتساقطة والمتراكمة على تربتها كما كلفه بذلك والده إلا أنه عند عودته في العطلة الموالية بعد عدة أشهر لاحظ أن كمية الأوراق المتراكمة تناقصت وتأكلت أو تأكل جلوه يعني هنا عسو أثناء عودته إلى البيت يعني لاحظ بأن ذلك الأوراق المتساقطة ما بقتش كثيرة يعني تناقصت تناقصت أو تناقصت حجمها وتأكلت إذن التساؤل اللي غاتين طرحوا تقولوا لماذا تناقصت الأوراق المتراكمة لماذا تناقصت أو ما سبب تناقص الأوراق المتراكمة يعني لماذا تناقصت كمية الأوراق المتراكمة؟ أدون أجوبتي في دفتر تقصي يعني إجابة على هذا السؤال إذن في نظر القبش من السبب الذي أدى إلى تناقص وتأكل الأوراق؟ ربما كتكون واحد الحشرات أو دقوة الكائنة صغيرة كتكون في التربة هي اللي يعني قامت بتفتيت وأكل ديك الأوراق مما جعلها يعني تتأكل وتتفتت إذن هذا كافتراد أولي قبل الدخول في الدرس إذن سنكتبه ربما بسبب ربما بسبب الكائنات الحية الموجودة في التربة الموجودة في التربة تقدر تكون الكائنات والحشرات التي تكون في التربة ربما هي التي قامت بتفتيت الأوراق مما أدى إلى تناقص كميتها إذن أنجز قامت تلاميذ بملاحظة عينات من التربة باستعمال المكبر فاكتشف بعضهم موجودة كائنات حية صغيرة جدا تعيش داخل التربة إذن هنا التلاميذ لاحظوا باستعمال المكبر لأن هذه الكائنات صغيرة بزاف كائنات حية صغيرة لاحظوا بزاف كائنات حية صغيرة جدا تعيش داخل التربة مبتعدة عن الضوء إذن هي تبتعد عن الفضاء الخارجي يعني تعيش لداخل في التربة يعني تهرب من الضوء ولعزل هذه الكائنات الحية نقترح المناولة الآتية يعني لعزلها يعني نخرجوها لقيامة يعني لنستخرجها من التربة نقوم بهذه المناولة بهذه التجربة هذه باستعمال جهاز بيرليز جهاز بيرليز هو هالجهاز هذا الجهاز يسمى جهاز بيرليز يعني أخذ اسم مخترعه أو مكتشفه إذن لماذا تستعملوا الإضاءة في هذه المناولة كشوفوا هنا وحد المصبح مشتاعب عدنا هنا حامل عدنا هنا هالقمع هذا وعدنا وضعين وحد الإناء ملتحت ووضعين فيه الكحول إذن وهنا شنو كتلاحظوا هذي التربة إذن دارين هنا واحد الكيمية من التربة ومجهل لها واحد المصبح يعني الضوء علاش باش ديك الكائنات تخرج ولعزلها وإسقاطها في الإناء إحنا عدنا بها الغرض تهبط لهذا الإناء هذا تكشير لش دارين لها هنا يا هذا المصبح هذا لماذا تستعملوا الإضاءة في هذه المناولة لماذا تستعملوا الإضاءة لعزل الكائنات الحية وإسقاطها في الإناء إذن هذا هو السبب إذن لعزل الكائنات الحية وإسقاطها في الإناء ماذا تلاحظوا داخل الإناء إذن هنجلوا الإناء هنا وهو الإناء هذا والإناء شنو كنلاحظوا فيه؟ هنا ما كنشوفوا شو لكنات تتبعه هد السام هذا هنا يمكبرين لنا شنو كين في الإناء شنو كنلاحظوا هنا بعض الكائنات الحية شنو كنلاحظوا هنا بعض الكائنات الحية التي تعيشوا في التربة إذن شنو كنلاحظوا في التربة إذن شنو اللي خلاها تتبط هنا هو هد الإضاءة لدينا لها يعني وقمنا بإسقاطها داخل الإناء إذن ماذا تلاحظوا داخل الإناء؟ ولاحظوا تواجد بعض الكائنات الحية ماذا تستنتج من خلال مقارنة هذه الكائنات فيما بينها؟ كنشوفوا هنا هد الكائنات كان عندنا هنا حشرة صغيرة حشرة يعني شوية كبيرة كان حشرة عندها بعض الأطراف يعني كنلاحظوا بأن الشكل ديرها والحجم مختلف إذن تختلفوا أشكالها وأحجمها إذن نستنتجوا أنها تختلف من حيث الشكل والحجم تختلف هذه الكائنات من حيث الشكل والحجم كنشوفوا هنا بعض يعني اللي عطينا بعض الأنواع هذه الحشرة عندنا النملة دودة عن كابوت إذن هذا حمار قبان يعني هذا أسماء بعد الكائنات الحية التي تعيش في الضربة إذن الحجم دي لها والشكل دي لها مختلف ندوزوا النشاط الثاني للكشف عن دور الكائنات المجهرية في التربة ننجزوا المناولة الآتية إذن ده بعد أن تعرفوا على الدور دي لها في التربة إذن كائنات المجهرية هي الكائنات التي ترى باستعمال المجهر أو المكبر إذن نأخذ عينتين من التربة العين الأولى تربة معقمة والعين الثانية تربة رطبة إذن نأخذ نوعين من التربة تربة معقمة وتربة رطبة تربة معقمة هي التربة التي قمنا بإزالة جميع الكائنات الحية منها يعني ما بقت فيها حتى شي كائن حي هيا شرحينها لكم هنا التربة المعقمة هي تربة تمت إزالة جميع الكائنات الحية الدقيقة والمجهرية التي توجد فيها يعني قاعد الكائنات الحية سواء المجهرية أو الدقيقة كلها تحيدت يعني بقت غير التربة والتربة الرطبة يعني التربة التي لازالت تحتوي على الكائنات الحية إذن نجزوا هذه المناولة نضع كل عينة من التربتين مع ورقة نباتية في إناء مغطى كما هو مبين في الصورة إذن العينة الأولى دي التربة المعقمة التربة المعقمة اللي ما فيهش كائنات الحية غنوضع معها واحد ورقة نباتية وغضي نغطيها هنا بعد ثلاثة أشهر شنوقع نهاية المناولة شنو النتيجة كنلاحظوا بأن الورقة لم يترأ عليها أي تغيير يعني لم يتغير شكل الورقة بينما هنا الورقة النباتية وضعناها في تربة رطبة تربة رطبة هي اللي فيها الكائنات الحية يعني بقى فيها الكائنات الحية هنا شنو كنلاحظوا ورقة نباتية بعد ثلاثة أشهر كيف شرجع شكل ديالها هذه الورقة يعني تآكلت وتفتتت بفعلي بفعلي ماذا شنو اللي خلالت تآكلهما ديك الكائنات الحية الموجودة في التربة الرطبة إذن الملاحظة شنو كنلاحظوا لم يتغير شكل الورقة النباتية وفي الملاحظة المناولة الثانية فقد تآكلت الورقة النباتية إذن هنا لم يتغير شكل الورقة النباتية وهنا تآكلت الورقة النباتية أتمم الجذول ماذا تستنتج من النتيجة المحصلة عليها في المناولة كيف نستنتج من ذلك النتيجة؟ نستنتج بأن التربة الرطبة تحتوي على كائنات حية وبسببها تأكلت الورقة نستنتج أن التربة الرطبة تحتوي على كائنات حية نشاط الثالث للكشف عن دور ديدان الأرض في التربة نضع طبقات من التربة ذات ألوان مختلفة كاللاحظة هنا طبقات من التربة الألوان مختلفة في إناء شفاف يعني كيبيا بس نشوفوا ماذا يقع على الداخل ونضع فوقها كمية من الفرش الحراجي الفرش الحراجي هو الأوراق هذه المتساقطة من الأشجار التي تبقى متراكمة على التربة هي الفرش الحراجي نضع فوق هذه الطبقة التربة يعني واحد كمية الفرش الحراجي وبعد ديدان الأرض كما نلاحظون في الصورة هي ديدان الأرض كما هو مبين في الوثيقة أسفلها إذن هذه الوثيقة نضع طبقات من التربة وطبقة من الفرش الحراجي ونضع بعض الديدان تهيئة إذن ها هو الفرش الحراجي الطبقة الأولى ديدان الأرض وهذه الطبقات ديال التربة هنا بداية المناولة يعني بقي كل شيء مرتب طبقات بقيهية هي كلها طبقة بوحدتها هنا بعد أيام شنوقع هو التغيير نهاية المناولة يعني طبعترات هاد الترتيب ديال الطبقات طبعتر يعني كل شيء تخلط الفرش الحراجي تخلط الديدان يعني الديدان هي المسؤولة على هاد الشيء اللي وقع هنا يعني شنو دارت يعني بدسك تشد هاد الفرش الحراجي وقد دخلو الداخل في التربة شتي وقد دخلو ما بين الطبقات ديال التربة إذن هاد هو هاد المناولة ديالنا ماذا تلاحظ عند نهاية المناولة شنو لاحظنا؟ لاحظنا بأن الكمية ديال الفرش الحراجي هنا يا يعني تناقصات تناقص كمية الفرش الحراجي إذن قلنا كنلاحظو نقصان في كمية الفرش الحراجي استنتج دور ديدان الأرض شنو الدور ديال ديدان الأرض هنا شنو دارت ديدان هنا؟ يعني شدات ديال فرش الحراجي بدسك تدخلو الداخل في التربة شتي؟ يعني غمرت الفرش الحراجي داخل التربة هذا هو ما دور ديدان الأرض يعني غمرت الفرش الحراجي داخل التربة إذن دورها هو غمر الفرش الحراجي داخل التربة ما مصير الفرش الحراجي الذي يتراكم على التربة؟ شنو المصير دياله؟ ديك الفرش الحراجي كيكون متراكم هنا فوق التربة يغمرو داخل التربة يعني كيدخل داخل كيدخلوه الحشرات وكائنات الحيو الديدان داخل التربة وبعد إدخاله وغمره داخل التربة يتحولو إلى دوبال يتحولو إلى دوبال والدوبال هو لكيساعد يعني كيساعد ديك التربة باش لكي تصبحها خصبة وأي مزروعات غرسناها في ديك التربة يعني كتعطي كتعطي واحد نتيجة وكيكون عندها واحد يعني واحد المرضود إذن تصبح تربة صالحة للزراع إذن دور ديالدوبال إذن مصير الفرش الحراجي يعني بعد غمره داخل التربة يتحولو إلى دوبال مروا الإكتفاتي 1 جيكري vrai أو فو دهون لكيساعد داخل التربة إذن إكسبو صحيح أو خطأ أمام اقتراحات التالية يعني التربة تحتوي فقط فقط على الرمل وعلى الطين إذن شنو شوف نحنا بالصباح هنا يا قنشوفوا بأن التربة تحتوي على كائنات حية لا تحتوي فقط على التربة على يعني الرمل وعلى الطين إذن فو إذن فى أح تل كائنات الحية لا لتحرقنات حية لا لتحرقنات حية إذن لالي تيغ هو الفرش الحراجي يتكون من المواد أو مادة العضوية التي تتراكم فوق التربة إذن صحيح فري يعني الكائنات الحية التي تعيش في التربة هي في حاجة إلى الهواء التي تتنفس بها جميع الكائنات الحية في حاجة إلى الهواء الموس هو الدوبال الدوبال هو النتيجة ديال تفتوت يعني التفكك وتفتوت ديال الفرش الحراجي ديك شي اللي قلنا قلنا الفرش الحراجي بعد غمره داخل التربة يعني من كيفتته وكيكلوه الديدان ولكائنات الحية وكيدخله داخل التربة يتحول إلى دوبال شوفوا النشاط الثاني نضع عينتين من التربة العينة الأولى معقمة ديجة عرفنا شنوية التربة المعقمة هي التي تتم إزالة جميع الكائنات الحية منها والعينة الثانية رطبة إذن رطبة بقية في الحالة الأصلية ديالها يعني بقية تشتمل على جميع الكائنات الحية والمجهرية وننجز التجربة الأتية كما هو منبين في المثال إذن هنا هاي بداية التجربة ونهاية التجربة إذن نجز التربة معقمة نضعها في واحد الإناء هنا شكرا لحظو هنا ماء الجير صافي نشوفوه صافي هنا عدنا هذا الإناء هذا ديرين فيه ماء ملون وديرين واحد الأنبوب جاي من هاد التربة المعقمة أو آه التربة المعقمة جاي للماء الجير أيضا هنا التربة الطرية عم تهيدلنا فيها ماء الجير وديرنا واحد الأنبوب هكذا يزل هاد الماء الملون هادي في بداية المناولة شوفو بداية نهاية المناولة شنوقع كنلاحظوه بعد هاد الماء الجير هنا يا ماء الجير صافي بقاء صافي يعني موقعش عليه شي تغيير مطرقش عليه شي تغيير كنجيو هنا الأنبوب باقي هو هو يعني موقع فيه ولو كنجيو هنا الأنبوب تاني صعود ماء الملون يعني هاد الماء الملون اللي في الإناء شوفوه بدك يطلع شوية منه وكنجيو هنا الماء الجير كالقوه تعكر ماء الجير يعني مبقاش صافي كما في بداية المناولة شتي هذا والتغيرات لطرقات شنو غدي نلاحظو على ما يدل تعكر ماء الجير يعني ما سبب تعكر ماء الجير على ماذا يدل يدل على وجود كائنات حية في التربة يعني هاد التربة الطارية فيها واحدة كائنات حية تتنفس تتنفس وبما أنها تتنفس فهي تطرح ثناء أكسيد الكربون الذي أدى إلى تعكر ماء الجير إذن على ما يدل تعكر الماء الجير يدل على وجود كائنات حية في التربة تتنفس وتطرح CO2 إذن يدل على وجود كائنات حية في التربة تتنفس وتطرح CO2 على ما يدل صعود الماء الملون يعني هاد الماء الملون على ما يدل يدل أيضا على استهلاك ذيك الكائنات الحية اللي في التربة يدل على استهلاكها للهواء يعني ذيك الكائنات الحية اللي في التربة الطارية استهلكت الهواء المتواجد في التربة إذن يدل على استهلاك الهواء من طرف الكائنات الحية الموجودة في التربة ماذا تستنتج من هذه التجربة؟ ماذا تستنتجه؟ تستنتجه بأن التربة وسط حي يعني يسمح لعيش الكائنات الحية يعني تقدر كائنات الحية أنها تعيش داخل التربة لأن التربة تحتوي على الماء وعلى الهواء كما ديجا شفنا في الدروس السابقة إذن نستنتج بأن التربة وسط حي إذن نستنتج أن التربة وسط حي وبهذا نكون قد أنهينا درسنا لهذا اليوم شكرا وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر